بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل إن شاء الله اليوم في موضوع Fixed Point Iteration وحل المعادلات من المدبل الى متغير واحد تمام وحننجف وحنشوف اليوم نظرية 2 أربعة طبعا آخر شكلها كنا حكينا فيها موضوع اللي هو G of X وكيف انه إحنا لما يعني الأفوب X نحسب إلها الجي أوف X بعدة طرق بعض الطرق طبعا ممكن تكون من خلالها نجيب حل والبعض طبعا لا يمكن إنه نصل لحل من خلالها ولذلك حساب أو طريقة حساب أو تحديد الجي أوف X مهمة بالنسبة لل Fixed Point Iteration الآن هنشوف نظرية اللي هي نظرية 2 أربعة نظرية 2 أربعة بتشبه إلى حد كبير في نظرية 2 أربعة نظرية 2 أربعة بتقول إذا كانت جي عبارة عن دالة بتنتمي للدوال المعرفة على الفترة A و B و جي أوف X بتنتمي للفترة هاي للفترة A و B لكل قيم X اللي بتنتمي لنفس الفترة هذا هذا طبعا فرضية الآن نفترض كمان إنه الجي برايم لمشتقة الأولى موجودة تمام اللي على الفترة A و B برضو و في عندي كونستانت K اللي هو محصور بين السفر والواحد موجود والجي برايم هاي أقل منه لكل X ينتمي للفترة A و B ثم في هذه الحالة إذا حقق هذه الشرطين تمام هيكون يعني الشرط الأول اللي هو هذا والشرط الثاني اللي هو اللاقي K بين السفر الواحد والمشتقة الموجودة مسبقا دا تكون أصغر أو يساوي من الكي لكل طبعا قيام X اللي بتنتمي لنفس الفترة الآن for any number D zero لو أخدنا أي قيمة بدائية B zero بتنتمي للفترة هاي فترة A و B تمام فإنه البيئة بساوي الجيدة البيئة سالب واحد وأنا أكبر يساوي واحد converges to the unique fixed point P in A و P بهاي يعني المعادلة حتوصلني converges حتوصلني للوحل وحيد بالفترة هاي طبعا حسب تكرارات اللي هو الآن حصل تكرار الآن لو أخدنا هنا أو شفنا مع بعض مثال تمام شوف مثال مع بعض مثلا نكتب المثال هنا مش مشكلة جي أوف اكس بساوي اكس تكعيب زائد خمسة اكس تكعيب تمام زائد خمسة وقال ليه يفحص لي هادي على الفترة واحد واثنين باستخدام طبعا اللي هو النظرية طبعا اول شغلة دائما احنا بدنا نفحص هذا الحل نفحص جي اف اكس نفحص الأطراف يعني حاكد واحد واثنين فالجيلة الواحد تمام ايش بساوي واحد خمسة ستة والستة ايش مال ها لا تنتمي لمن لالفترة واحد واثنين طيب والجي نخينا نخد لها اتنين كمان بالمرة تمام يعني هذا طبعا هنا خلاص الشرط الاول مش محقق يعني خلصنا بصحة لتتأكد يعني اتنين في اتنين في اتنين ثمانية وكمسة تلتاش نفس القصة لا ينتمي لالفترة طيب الان لو رحنا كمان الشرط التاني شفناه كمان نصبوز الجي برايم للإكس ايش هيساوي هيساوي تلاتة إكس تربيع تلاتة إكس تربيع مش طاق اشتقاك عادي ثلاتة إكس تربيع الآن لو بدنا نشوف قيمة مثلاً عند الواحد برضو جي برايم للواحد ايش بالساوي بالساوي ثمانية نشوف تلاتة فوحد ايه ايه اربعة سوري تلاتة فوى تلاتة تمام بس هاي وثلاثة والثلاثة إشمالة هادي أكبر من الواحد لازم يطلع يكون يعني الجي برايم دايما أقل من كي والكي أقل يعني أقل من واحد دايما فبرضو هذا الشرط متحق شي بقى الآن باستخدام النظرية هاي تمام نقدرش يعني يعني نقرر أي إشي ما بنقدر نقرر أي شي باستخدام هاي النظرية ولا حتى بنقدر نقوم لفيش حال في فترة هاي اللي واحد والاثنين تمام إحنا إذا تحققت نقدر نجزم إنه في حل لكن ما تحققوا الشرطين ما بنقدر نحكي أي إشي تمام طيب الآن وكذلك لو خدتين أي مثال وطبقت عليه هذول الشرطين إنه نفس اللي هي نظرية اثنين ثلاثة بس أنا يعني بزيد اللي هو موضوع البي أن بساوي جي لبي أن نقص واحد طيب الآن تعاني شوف الكورولاري اثنين خمسة بقول لي إف جي ستسفايز ذا هي بوتسيز أو بثيرم اثنين اربعة تمام يعني بأول شي بدنا تكون الجي بتحقق فرضية نظرية اثنين اربعة ثم باونس for the error involved in using بي أن تأبروكسومات بي are given باي يبقى الباون للإررر يعني كم إثيريشن بدي أحسب اللي هي الأن يعني بهذا الشكل ليا البي أن نقص بي له الأرر أقل أقل أو يساوي كي أس أن مضربة في الماكس للبي زيرو نقص الا والبي ناقص البي زيرو يبقى البي زيرو عندي أنا مهمة وأطراف اللي هو المعادلة يعني بمعنى آخر البي أن نقص البي أقل أو يساوي كي أس أن على واحد نقص الكي في بي واحد نقص البي زيرو فور أول أن أكبر أو يساوي الواحد يبقى صار في عندي أنا هنا استخدام هاي المعادلة نقدر نحسب الآن الآن الشي هي عدد الإتريشن يعني عدد التكرارات اللي بتعطيني إرر معين زي المفاحق كنا نحسب في البي سيكشن بس هنا شوية الأمر يعني أصعب شوية وبدو وبدو انتباه نشوف مثال الآن مع بعض ونحله وبعدين نحل كمان سؤال طيب نشوف مثال نحله هنا المثال أو هو تقريبا سؤال بشبه سؤال ثلاثة وأربعة في هذا السكشن تمام بقول given the fixed point iteration معطينا بهذا الشكل السؤال BN بساوي BN ناقص واحد تربيع زائد ثلاثة على خمسة هذا اللي هو السؤال ومعطيني اللي هو الفترة كما ترجع للسؤال هتلاقي الفترة مضكية سفر وواحد تمام وقال لي هو converge هذا يعني انه خلاص مفخص وخالص يعني B0 ينتمي لأي B0 يعني لأي B0 ينتمي لسفر وواحد إلا إيش السؤال بيقول estimate how many iterations N يجب بده N لي آه بده N هاي عالمة استفاة آه بده N قديش بتساوي are required to obtain an absolute error اللي هو عشرة والسالب 4 هذا اللي هو error طبعا error هذا هو BN ناقص ال B تمام هو هذا ال error وقال لي كمان عند B0 بساوي واحد هذي كلها موطيات لما ترجع للسؤال هتلاقيها كلها موجودة في اللي هو السؤال تمام طيب الآن النظرية تمام فيها اللي هو المعادلة حطها عشقة المعادلة هنا هو B N ناقص ال B أقل أو يساوي K وس N على واحد ناقص الكي مضروبة اللي هو في B 1 ناقص B 0 هذي المعادلة اللي احنا هنشتقل عليها عشان نحدد أو نخمن عدد ال Iteration N اللي منحتاجها عشان نصل لحل error معين اللي هو أنا عشرة أو سالب أربعة في هذا اللي هو السؤال تمام هو بقول لي هنا إنه الحل موجود يعني طبعا هنا هذا B of N تمام يعني احنا ممكن نحول ها اللي هي معادلة عاديا هي معناها إنه G of X هاي تمام بالساوي X تربيع زائد 3 على 5 اللي يعني حساوي قسم هنا اللي يعني 5 X تكعيب ناقص 3 على 5 لو بدك تحسب الأطراف مثلا الجيل الواحد الجيل السفر بطلع اللي هو 3 على 5 خمسة 5 5 أو فهم سناقص 3 على 5 اللي هو يعني ها خلينا نحسبها مع بعض G للزيرو هادي زائد سوري بالساوي عوض مكان الزيرو هادي بصير هادي أربعة على خمسة طبعا هادي تنتمي للفترة ايش لهذا للفترة 0 1 فهدي بص عشان نتأكد من النظرية كمان مرة قبل ما نحصل لتريشن يعني بعدين جيل الواحد للطرف التنفس القصة ايش بساوي بساوي هادي 3 على 5 على فكرة 0 زائد 3 3 5 جيل الواحد 1 زائد 3 5 4 على 5 برضو نفس القصة ينتمي للفترة 0 1 تمام طيب الان لو بدنا نحسب اللي هو الجي برايم بالمرة بدنا اياها عشان نحسب الكي منها الجي برايم لأكس ايش بالساوي تاني اشتر بعد الان 3 بكم 3 على 5 x تربية هي هادي x تربية x تربية تمام هي هادي x تربية ايوه تمام يبقى بحا تساوي 2 على 5 في x بس هاي الشي برايم لx الان الكي هادي النقطة مهمة جدا ايش بتساوي الكي بتساوي الماكس للفترة سفر وواحد طبعا x الماكس لx اللي بنتمي للفترة سفر وواحد تمام بحيث انه الجي برايم لx ايش بساوي يعني بدنا هنا الكي بساوي الماكس ايش اكبر قيمة ممكن تصلها الجي برايم في هادي الحالة لو بدنا نعوض هنا مثلا عن جي برايم جي برايم للسفر بساوي سفر طيب جي برايم من الواحد بساوي اثنين على خمسة تمام الآن يعني اكبر قيمة ممكن تصلها الجي برايم لي اثنين على خمسة اكبر قيمة ممكن تصلها الجي برايم هي اثنين على خمسة يبقى الكي هتساوي اثنين على خمسة لاحظ هذا كله بس عشان نحدد اللي هو الكي لسا لحتى الآن يعني ما سوناش اشي طيب الان بدنا نبدأ نطبق المعصر تقريبا في كل المعطيات عندي في اللي هو المعادلة هاي اول شغلة بي الن ناقص البي اللي عشرة والسالب اربعة يعني عشرة والسالب اربعة تمام هايها عشرة والسالب اربعة اقل او يساوي الكي اثنين على خمسة اثنين على خمسة قص الان تقسيم تقسيم واحد ناقص الكي واحد ناقص اثنين على خمسة يعني بتلاتة على خمسة واحد ناقص اثنين على خمسة تلاتة على خمسة ضرب ضرب ايش بي واحد ناقص البي زيرو بي واحد ناقص البي زيرو تمام؟ طيب الآن معنا الكلام هادي بدأ حساب لحالها الآن البي زيرو معطا عند اللي هي واحد طيب البي واحد إيش بساوي بساوي الجي للبي زيرو اللي هي للواحد يعني ويساوي محسوبة كانت تان أظن نيجي للواحد هيا لأربعة على خمسة أربعة على خمسة طيب الآن بي وأربعة خمسة ناقص الواحد أربعة على خمسة ناقص واحد تمام؟ طبعا هي هتكون حطوطة في بين كسين هنا بي واحد ناقص بي زيرو أربعة خمسة ناقص الواحد إيش بساوي خمس ونسالب خمس تحت المقياس بسير خمس يبه هادي حتنضرب في إيش في اللي هو خمس تمام الآن صار عندي اللي هو هذا الضرب خمس تقسيم ثلاثة على خمسة ضرب خمس ويساوي الآن هذا تقسيم ثلاثة على خمسة نضرب خمسة على ثلاثة في القسم صح؟ يعني بيصدين عندي هنا خمس خليها الخمسة هادي بعدين هاي ضرب خمسة على ثلاثة ضرب لو اتنين على خمسة أسان عادي اتنين على خمسة تقسيم ثلاثة على خمسة بيساوي اتنين على خمسة ضرب خمسة على ثلاثة ننقلب لما لايجي نحول قسم اللي ضرب فضربت أنا ثلاثة على خمسة خمسة على ثلاثة ضرب اللي هي هات وهدي خمسة نهية الآن هذا الخمسة بتروح مع الخمسة هاي فبصير هذا بساوي اللي هو اتنين بساوي اتنين على خمسة قس ان مضروبة في ايش في تلتة تلتة هادي طبعا ايش هتساوي خلاص هنسويها بالعشرة بساطة يعني هنسويها بالعشرة والسالب للمعادلة يحملها عشرة والسالب اربعة فممكن انت ايش تعمل اهن عشان تخلي الاثنين على خمسة اسان بساوي تضرب طرفين المعادلة يعني في تلاتة تضرب تلاتة طرفين المعادلة في تلاتة وبعد انت اخذ اللوب يعني زي هيك بسير اتنين على خمسة اسان بساوي ضربت هذه في تلاتة اضرب هذه في تلاتة طبعا هذه اصلا عشرة اسالب اربعة هي عبر عن واحد هاي سفر سفرين تلاتة وانا فاصلة وانا سفر فلنضربها في تلاتة هادي بسير بالشكل هادي سفر 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 تلاتة تمام الان خد ناخد اللوغ للطرفين مدام في عندنا قص يبقى مجبارين نستخدم اللوغاريتم بسير هانا لوغ الاثنين على خمسة اسان تمام طبعا الاساس عشرة مناش نكتبو بتساوي مين لوغ اللي هو الثلاثة من أل من عشر تلاف او من مئة ألف واحد اتنين تلاتة وهي الثلاثة تمام هذا بأدي طبعا الان هادي يجي هنا تمام سير ان يعني في لوغ الان يعني الان هتساوي في النهاية لاننا تعتبرها هان واجسم على لوغ الاثنين على خمسة ساوي لوغ الثلاثة على لوغ باثنين على خمسة اثنين على خمسة اش هو لأربعة من عشرة يعني هو يساوي بطلع في الاخر بعد ما تحسبو تمانية فاصلة تمانية خمسة واحد يبقى كم اتريشن بدنا عشان نصل لل للعشرة والسالب اربعة بدنا 9 اتريشن او يعني اقل من 9 اتريشن اتريشن عشرة والسالب اربعة اللي هو هذا هذا اللي هو السؤال بشبه سؤال رقم ثلاثة ورقم اربعة في اللي هو الكتاب الان فيه كمان سؤال برضو مهم يعني مش هيكون طبعا فيه اسئلة اصعب من هيك في هذا الموضوع بس خلينا نعمل صفحة new slide تمام ونكتب السؤال السؤال في الكتاب تمام صفحة تمام هاي السؤال بكون السؤال بالشكل هادة يعني طيب خلينا الان شوف يعني احد الاسئلة ممكن نحن بقول لي عيوز كل corollary 2 أو 2.5 to estimate the number of iterations required to achieve مثلا يعني error معين هنا عشرة والسالب 6 accuracy and compare this critical estimate the number actually needed يعني وقارن هادة بلو انك انت بكتحلة فعلا حل يعني عملي طيب السؤال g of x بساوي lin 3x زائد 1 والفترة 1.2 وبي zero معطيني ايا 1 والأرور عشرة والسالب 6 هذا اللي هو السؤال الى الى ال g prime لهذا السؤال ايش بساوي طبعا lin ال x مشتقط لان ال x لي 1 على x مشتقط اللي في داخل ال lint يبقى 1 على 3x زائد 1 فمشتقط هذا ايش مشتقط هذا 3 فبسصير مباشرة 3 على 3x زائد 1 هاي الفترة عندي عشان نحسب الكيلة بدي احسب g برايم لل 1 ايش بساوي 3 على 3 زائد 1 4 3 على 4 طيب وال g برايم لل نقطة الثانية 2 بهذه ايش بساوي 2 6 3 على 7 اعوض هنا 2 6 زائد 1 7 3 3 الان مين الاكبار 3 7 ولا 3 على 4 طبعا 3 على 4 ايش اكبر فهي اللي احنا ممكن يعني ناخد هاي للك key key بالساوي 3 على 4 3 على 4 ايش ما لها عندي هنا طبعا اصغر من اللي هو الواحد اصغر من الواحد تمام الان تعني نكتب عادل المعادلة عشان المعادلة كالتالي او الكورولر يعني بي 2 5 بي n ناقص بي نقياس اقل من او يساوي key plus n على 1 ناقص key طبعا مضروبة في ايش في ال b 1 ناقص b 0 طبعا كلهم عنا key اهم حاجة عنا موجودة والآن اللي احنا بدنا نحسب ها طبعا هذا الارة موجودة عشرة والسالة بستة ضعي ال b 1 الان b 0 بساوي 1 يبقى b 1 ايش بساوي ال g لا ال 1 ال b 0 يعني ويساوي الهو لين لين في 1 3 لين الاربع ولين الاربع الاربع لالحاسبة لجريت بجريتهم بسا 1 3 8 6 5 ده استخدم على الاقل اربع خنات بعد الفاصلة طيب الان هنحسب بشكل مباشر على العوض يعني مباشر على المعادلة 10 والسالب اربعة بتساوي فرضيا طبعا يساويها لانو احنا يعني بهمناش الان اكبر من اصغر من او او بهمنا انو نحل المعادلة فكانت اكبر من كانت اصغر من جلبناها مش هتفرج ما نكتب خليها يساوي 3 على اربعة قص ان تمام ليش 3 على اربعة لانو الكيه 3 على اربعة هاي عندك قص ان على واحد نقص الكيه واحد نقص 3 على اربعة اللي هي ربع مضروبة في اللي هو هذا لو بواحد ناقص البيزير يعني هذا ناقص البيزير ناقص الواحد لقداش بطلع يعني واحد ناقص واحد زيرو بطلع بالزبط زيرو تمام زيرو تلاتة تمانية ستة خامسة تمام الآن حتصير عندي هذا اقسم يعني بدأ اضرب كأني في اربعة فبدي يصير عندي هنا بساوي يعني هنا نقسم اربعين اضرب في اربعة يصير عندي يعني تلاتة او اربعة ضرب اللي هو تلاتة تمانية ستة خمسة ضرب تمام تلاتة على اربعة كل كل اس الان اربعة في الرقم هذا بساوي واحد فاصلة خمسة اربعة خمسة ضرب ثلاثة على اربعة والسالب هذا طبعا بساوي ايه بساوي 10 والسالب 6 10 والسالب 6 الان الان طبعا بدنا ناخد اللوجاريتم للطرفين او قبل ناخد اللوجاريتم للطرفين ممكن اجسم على اللي هو على الرقم هذا يعني بدنا اخلي هاي لحالة هاي خليها لحالة خليها تيجي هان ثلاثة على اربعة اس ان احسن تمام بساوي 10 السالب 6 هاي الان كله على شغل الى حاسب على 1 فاصلة 5 4 5 الان خد اللوج للطرفين طبعا هذا رقم نعتبره مش بس طبعا هاي لوج وهان لوج تمام وهذه طبعا n وهذا بيقدي طبعا انه n هتساوي log هنحط n انا بصير هادي log هاي تقسيم log اللي هو 10 والسالب 6 على 1 5 5 4 5 على log اللي هو 3 4 اللي قديش يعني 5 و7 من 100 ويساوي تطلع الان تقريبا تطلع 49 وكسور فانت بتساوي تقريبا n بتساوي لما تحسب على الحاسة تطلع تقريبا 50 iterations ويساوي تقريبا ويساوي تمام زي ما احنا ملاحظين هي في النهائي معادلة صعبة شوية لكن إذا حددت الكي حسبت الكي بخلال المشتقة الأولى , والبي واحد سهل تحسبها من الجيوفيكس عندك بي زيرو تقدر تحسب بي واحد وبي اثنين وبي ثلاثة وهكذا بتعوض وتستخدم اللوجريتم طبعا عشان اللي هو الاس طيق ما نكون احنا خلصنا هذا السكشن تمام فبدي يصير عندك فيه يعني قدرة على حل اسألة باستخدام الفيكس كوينت اتريشن بتجيب يعني حل بعد اتريشن معينة تقدر تحسب اتريشن اتريشن يعني يعطيك مثلا بي زيرو تعطيني بي واحد بي اثنين بي ثلاثة بي اربعة تقدر تحسب عدد الاتريشن باستخدام الكولور الذي اثنين خمسة وهكذا طيب يعطيك العافية وانشاء الله المحاضر الجاي في سكشن اتنين ثلاثة اللي هو نيوتنز مثل اعطيك العافية اشتركوا في القناة